اشتركوا في القناة كيف فلشت المسابقة؟ من اشترك فيها؟ دعني أخبرك عن الحدث كله لأنه سيكون في عدة نشاطات ليس فقط المسابقة اليوم العالم اللي حريت الصحافة هو بثلاثة أيار مهارات كل سنة تحتفل بها اليوم عادة بالشراكة مع الأونسكو فالسنة كمان بالشراكة مع الأونسكو سيكون فيه إيفنت بأوتيل هيلتون ساعة عشرة سيجمع عدد من النشاطات لها المناسبة أول نشاط هو عبر بحرية المسابقة اللي كنا قد أطلقناها بالجامعات مهارات بتشتغل كتير بالشراكة مع كلية الإعلام بالجامعات اللبنانية حبينا أنه نعمل هيك جو بالجامعات نحسسن على أهمية حريت الرأي والتعبير وعلى أهمية أن يكون الجيل الجديد من الإعلاميين واعي على ضرورة التشبث بالحريات خاصة بعد ما أنه بالفترة الأخيرة كنا عم نشوف كتير مظاهر من تقييد الحريات من أحكام عم تصدر عن محكمة المطبوعات من وضع أنونة كمانا منه داعم للحريات لأنه أنون الإعلام عندنا قديم كتير وبحاجة أكيدة لتطوير لحتى يكون فعلا حاملة الحريات فقلنا أنه لازم بالجامعات نبلش الشغل مع هالإعلاميين اللي راح يكونوا إعلاميين بالمستقبل نشتغل معهم على أهمية حريت الرأي والتعبير بيختاروا طلبنا منهم يختاروا أي موضوع هن بيشوفوا أنه بيقدروا يحكوا عنه منطلقا يعني يا أما وينين الإعلام أو يمكن الرقابة على السينما والمسرح هي كمانا نوع من تقييد للحريات يعني أي شكل حريت الإنترنت اللي هي كمانا أساسية خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة كمانا لكل العالم لأنه اليوم كل الناس بدأ أن نتعبر بحرية على الإنترنت المدونين وكل المواطنين اليوم بيعبروا على الإنترنت فبيختاروا هن الموضوع اللي بدوا نيه بهيدا الإطار وبيكتبوا عنه أو تحقيق أو مقال أو بحس يعني هن بيختاروا وقلنا أنه راح يتم اختيار ثلاث مواضيع ثلاث أعمال صحفية من الثلاث فئات من الثلاث يعني ما حددنا فئة معينة من كل هالأعمال راح يتم اختيار ثلاث رابحين اللي هن بيكونوا أفضل أفضل عمل صحافي وبيتم إعلان الإعلان عنه نهار التانين بهيدا النشاط اللي راح يكون بالهيلتون خيب هلأ نحن نحكي عن نشاطات تانية نهار التانين بس كيف تم اختيار الرابحين ومين اللجنة اللي نقيت مهارات هي مثل ما بتعرفوا هي صحفيين هن اللي أسسوا جمعية مهارات ومهارات بتشتغل على تدريب يعني عندها برنامج تدريبة بالتالي في عندنا معايير معايير عطول نستخدمها بالتدريبات رولا مخايل هي المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات قالين فرح رئيسة مؤسسة مهارات وأنا وأيضا يعني أعضاء كثير بالمؤسسة هن اللي شايفوا هالأعمال واخترنا المواد العرب هالأعمال بشكل عام كانت على مستوى ميح في أفكار يعني كان في طرح أفكار حلوية تقريبا تقدم لنا من هالجامعات تقريبا شي 35 موضوع لأنه الفترة الزمنية كانت أقل من شهر وتعرفي طلاب الجامعات عطول عندهم تكونوا ملتزمين بغير مشاريع عندهم انتحانات وعندهم التزامات تانية فتقدم تقريبا شي 30 موضوع يعني بعضهم كان مقبول والبعض الأخر يعني في جزء طيب عن شو كتبوه؟ كتبو عن حرية مثل ما قلت لك المواد يعني بس التحديد أكتر حادثة صارت معهم المشهد الإعلامي العام كيف يشوفوه أكتر شي كتب عن المشهد الإعلامي العام يعني وضرورة ضرورة التغيير وضرورة الحفاظ على الحريات يعني هيدا أكتر شي كانوا تقريبا لكل عمي كتبو عنه ما كان في كتير تحقيقات تغيير بشو بيعنون محاسبة التحفيين التغيير بالقطر القانونية كلها الموجودة بلبنان لأنه ما معقول نحنا اليوم بصرنا يعني بهيدا العصر اللي تغيير فيه كتير أمور وتقدمت وتطورت يعني صار في عنا إعلام رقمة اليوم ما أنه أبدا موجود بالقوانين الحالية وحتى كمان القوانين الحالية كتير المفاهيم الموجودة فيها فطفاضة التعابير اللي بتحدد يعني اللي بتجرم جرائم النشر على أساس القضح والذنب أو غيرها فيها كتير تعابير منا واضحة وعم بتم كمان يعني القضاء عم يستغلها عم بتم عم يستغلها لحتى يطبق يعني أو لحتى يطبق الأوانين بطريقة كتير حرفية يعني 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 ضد حرية التعابير مية بالمية يعني يعني ما بعرف إذا كنتوا عم بتتابعوا بالشهرين الماضيين سلسلة أحكام صدرت عن محكمة المطبوعات إن كان بالنسبة لصحفيين مثلا إذا بدنا ناخد قضية صحافة الصحافة محمد النزال اللي هو كتب تحقيق استقصائي أثبت فيه فساد على قاضية وهيدي القاضية نفسها تم انزال درجتين من رتبتها بالتفتيش القضاء ولكن بالرغم من ذلك وتحيثب وتم تجريمه لأنه اعتبر القاضي بمجرد ذكر اسمه يعني بالتالي تحقق الجرم فهيدي المفهوم الدي ومبارح كمان كان في حكم صدر بحق الصحافة جوزيف سمعان كمان مدير تحرير موقع النشرة الإلكترونية كمان أخذ بالمفهوم الديق للنشر فهالأمور كلها بتستدعي إلى أنه لازم تتغير الأوانين ولازم يصير في حملة فعلا من هون كمان النشاط الثاني المرادف لتوزيع الجوائز لحتى ما يكون بس شي ديق اللي هو بيتعلق بنشاط بالجامعات قلنا أنه لأ بدنا نطلق بهيدا اليوم كمانا حملة إصلاح قوانين الإعلام لأنه كمانا ما بعث إذا بتعرفوا أنه مهارات بالألفان وعشرة تقدمت بأنون للإعلام أنون بديل أكيد بالاستناد للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير أنون بحرر الإنترنت أنون بحدد بحدد المفاهيم وأكيد بيحافظ على الحرية هذا الأنون اليوم موجود بلجنة الإعلام والاتصالات وتقريبا اللجنة خلصت مناقشته ففي ضرورة أنه نرجع نذكر أنه هذا الأنون هو أولوية اليوم بما أنه رجع المجلس التشريعي إلى العمل أنه توقف لفترة طويلة لأكتر من سنة عن العمل وما تناقشت أي قوانين فاليوم في ضرورة أنه نرجع نقول أنه تعديل أو وضعه على جدوى الأعمال الهيئة العامة وإحالته من اللجنة إلى الهيئة العامة هو أمر ضروري لحتى لبنان كان ريادة بالإعلام وإذا بنا نحكي كمان حتى ليال عن المجلس وطني الإعلام عن دور وزارة الإعلام اللي هي مش موجودة بقى بولا مطرح يعني بالدول اللي جددت قوانينها وصارت قوانينها حديثة وبتحترم الإنسان هون كمان عم نحكي يعني مش بس عن حرية الصحافة كمان حتى عن احترام الصحافة يعني الصحافة يعني إذا بالأذية بيكلامه كمان أنه حر تيكون كل شيء واضح يعني مشهر طبعا أكيد هي الحرية عطول يعني هي الحرية بدأتكون ضمن قوانين معينة بدأتكون أكيدة عدم المس أو الإضرار بحقوق الآخرين يعني عدم إحداث ضرر للآخرين يعني لما نقول حرية ما معناتها أنه فلتة الأمور يعني هيدا هون كمان المفهوم اللي شواء العالم تخلط بين الحرية وبين أنه تأذي الآخرين أو تضرب الآخرين بس بنية الإضرار بسمعتهم لا أكيدة يعني القضاء هو اللي لازم يكون الحكم ولكن بناء على قوانين تكون فعلا فيها المعايير الدولية لإحترام بمقابل تحقيقات شفناها لناس ما نعمزن به شفنا عن تحقيقات شهرت بناس من دون أي مستند عنوني وقضاء طبعا يعني هون يعني أكيد القضاء هو اللي بده يكون الحكم ولكن فيه ضرورة لتغيير القوانين اليوم وخاصة ما يتعلق يعني بكمان المدوينين اللي كمان عم بتموا لحقتهم من قبل مكتبة مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي هنه ما فيه مؤسسات إعلامية وراهن مثل الصحفيين لتقدر هي تدعمهم يعني كمان هيدا شيء أيا برأيك مع تغيير هالجزرية اللي عم نشهده هلأ بحياتنا تغير دور الإعلام طبعا يعني الإعلام اليوم تغير لأنه كل مواطن كمانا صار بيقدر أنه هو يكون صحافة يعني مفهوم الصحافة الدي أكيد يعني بقتل مثل قبل يعني اليوم ما بقى فينا نقول أنه الصحافة هو بس اللي عم يكتب بهالجريدة أو اللي مسجل بهيدا النقابة يعني اليوم كل مواطن صار يقدر أنه يكون صحافة ومن هون صارت أصعب قصة أنه المعايير المهنية وقدي يعني صحة التديق يعني إذا انت قتع بتطريق وشفت شيء خبر أو شيء حدث أو شيء نشاط عم بسير ممكن إذا ما بعرف صورتي حتى يتي على مواقع التواصل الاجتماعي أنت بدوريك عم تلعب دور مية بالصحفية وعم بتعليق عليه يعني فيه بس شغل خلينا قولها قبل ما نختم لأنه في عندكم بهيدا نهار كمان إطلاق الموقع الجديد لألكم بحل دول جديدة مهارات نيوز هو موقع إخباري هو موقع إخباري كمانا كان نتيجة نتيجة عمل التدريب برنامج التدريب اللي بتقوم فيه مهارات مهارات نيوز هو موقع إخباري شامل بيضوع على القضايا العامة وعلى تنمية المناطق لأنه كمانا حبينا أنه يعني من خلال جولاتنا على الجامعات وعلى المناطق يعني كل العالم كانت عم تحس أنه المناطق منا ممثلة بالإعلان فبالتالي تم إنشاء هيدا الموقع مال عليك إليها الموقع تمت أخذت نفس أنا وأنت مأخذ يعني 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 هايك عنك ما هايك لأنه بعرف الوقت أصيره في كثير أشياء بدأت نحك بالحديث عن الوقت مهارات نيوز كمانا رح يكون رح يتم إطلقوا بحلطه الجديدة مهارات داشنيوز دوت كم كمان أنه الكل اللي بحبه يتطلع علي ببروك لايال بهنام وديت برامس في مؤسسة مهارات مستي كتير لأستهدفتكم أهلا وسهلا نحنا رح نروح على بريك ورجعين